بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هنستعمل من قناة جرافك لزينا. النهاردة ان شاء الله هبتدي اعمل فيديوهات مصيرة وهردوا بيها عن الاسئلة او المشاكل اللي بتقابلكوا فيه برنامج الوتوكات. كل فيديو منهم هيرد على مشكلة بتقابلكوا فيه البرنامج. النهاردة هتكلم عن مشكلة البلوك وليه ما بتعملوش اكس بلوك. يعني انا عندي بلوك جبته عملت له انسيرت. والبلوك ده انا مش عارفة افجره او اعمل له اكس بلوك. او العكس انا مش عايزة اعمل لبلوك اكس بلوك. خلاص هنعرف ازاي ده مع بعض قبل ما نبتدي فيه دروس للوتوكات كاملة تو دي و سري دي في القناة. لو عايزين تطلو عليها بتدسوا على اسم القناة من اسفل الفيديو بيتخلقوا على القناة وفيها قوائم التشغيل اللي فيها دروس الوتوكات. ولو عايزين اي درس من دروس الوتوكات او عايزين تسألوا على حك في الوت التعليقات وانا هرد عليها بازن الله. انا شايفين دي ترابيزة بلوك ترابيز بنج بونج. انا شايفين بلوك بالشكل ده. انا عايزة اعمل لها اكس بلوك اعمل لها اكس بلوك ازاي? ايه? بكتب اكس بلوك اهي. ظهرت لي هنا. تاني واحدة اهي. وهدي ادوس على الترابيزة كده. وبعدين انتر. قال لي ايه? اي كود نوت بي اكس بلوك. ليه بقى? زي ان احنا نحل الحكاية دي. هاجي ادوس دابل كليك على البلوك اللي انا حطاه. اه. هيفتح لي ايدت بلوك. ومحدد لي البلوك هنا. هقول له اوكي. خلاص? فتح لي صفحة تانية اعمل فيها الادت. هاجي اكتب بروبارتز بي ار. اهي بي ار بروبارتز. خيس? خيس? وهاجي عندي انزل هنا تحت. في حاجة اسمها الاو اكس بلو دينج. شايفين? الاو اكس بلو دينج. اللي موجودة عندي هنا تحت. مكتوب جنبائي. مكتوب جنبائي نو. يعني هي مش شجالة. هاجي كده. وي السهم لتحت كده. واقول له ييس. كده خلاص? ممكن انا اعمل اكس بلوك. خيس? واجي اقفل البلوك بالطريقة زي. واجي اقول له. وهنا بيقول له. ده اسم الفايل البلوك. هقول له اه. خيس? الحالة دي بقى. هاجي اقول له. اكس بلو. اهو. واقول له انتر. واختار البلوك التاعي وبعدين انتر. كده خلاصة اعمل لي اكس بلو دي. دي ما احنا شايفين كده. يبقى انا كده حلت مشكلة البلوك في برنامج لوتوكاد. ان انا ممكن اعمل له اكس بلوك. وان انا ممكن اوقف الاكس بلوك. بنفس الطريقة اللي انا عملتها. بختار في الحالة دي. نو بدل ياس. بكده انا خلصت الفيديو النهارده. يا رب تستفيدوا منه. ازا استفدتوا منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس. عشان يوصلك كل جديد. وده بيد دعمني في اليوتيوب. ازروني في دروس القادمة. استغداركم الله عز وجل.